كيف تكون دولة نجحة ودولة متقدمة؟ إن التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلتها التركيز على التنمية في البداية تنمية 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 مشروعات البلد لازم تقوم عليها عشان من خلال هذه المشروعات الدولة تنهض يبقى في برنامج وطني طموح البرنامج داي وصاغ وصيغ بسواعد أبنائها ما جابوش مكاتب شرية عالمية عملت لهم من البرامج اللي هم يشتغلوا عليها لأن كل دولة منهم كانت عارفة إيه هي ظروفها التوسع في الإنفاق في البنية التحتية عشان أبني بلد وتبقى جاذبة للإستثمارات لازم في الأساس يكون عندي بنية تحتية الدول دي استثمرت ما بين 20 ل 40 في المية من الناتج المحلي الإجمالي بتاعها على مدار عقود في بنية تحتية قعدوا الصين 40 في المية أقل دولة من اللي أنا شرحتهم كانوا بيتكلموا من 20 ل 25 في المية بينفقوا لمدة لا تقل عن عقودين من الزمان على بنية تحتية بهذا الرقم عشان يقدروا أن هم ينهضوا والأهم كل هذه التجارب النجحة كانت بتقودها قيادة لديها رؤية وإصرال على التنفيذ في كل الدول دي وإن هذه القيادات استطاعت أن تبني الأساس أن بعد ما مشت استمرت الدولة على نفس المنوال ما ترجعت ولا تعثرت دول خمس ثوابت السابت الخامس زي ما قلت لحضراتكم أن التجربة ما بتخلص في خمس سنين والعشر سنين لأننا دايماً بنلاقي تساؤلات بتظهر أحياناً من بعض الناس والمفكرين بيقولوا متى يشعر المواطن المصري بثمار التنمية والنهضة الشاملة وإحنا لسه تجربتنا كلنا إحنا بنتكلم في تسع سنوات وبالرغم من كل التنمية والتطوير اللي حصل ولكن دايماً بيثار طب هو إمتى هيبقى إحنا يعني نبصل لأن إحنا نبقى دول زي الدول دي إحنا لسه بنقوله كل هذه الدول أقل مشوار في أي دولة منهم استغرق على الأقل عشرين سنة أنا عايز أقول لحضراتكم أن الصين هذه الدولة العظمى النهاردة انخفضت معدلات الفقر فيها وأعلنوا أن إحنا بدأنا نخفض معدلات الفقر بعد اتنين وعشرين سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة للصين يعني اتنين وعشرين سنة الصين شغالة ولسه نسب الفقر كما هي في هذه الدولة طيب على الجانب الآخر إحنا فين أنا اسمحوا لي أن أنا أكون صادم لحضراتكم شوية فيه كتاب صدر في 2012 الكتاب به عنوانه لماذا تفشل الأمم الكتاب به في 2012 وللأسف هذا الكتاب كان بيعرض لماذا تنجح الدول ولماذا يفشل بعضها وفي مقدمة الكتاب المؤلفين اختاروا مصر كنموذج للدولة الفشلة ترجمة نانسي قنقر